ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر السيدة بسملة السعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا بحضوركم مرة أخرى وهنا وسهلا بكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر تقيم حفلات ومؤتمرات وندوات علمية وهندسية ومن العام الماضي بدأنا أنه نعمل سوية بدعم مؤسسات عراقية لعادة عمار العراق ومنها جسر صرافية ولهذا اليوم احنا محتفلين بهذا النصب المسابقة كانت فكرة انطلقت من مؤتمر عملنا لجسر صرافية بعد الضربة حطام الجسر شفنا فتأثرت كثير جالية العراقية خاصة بضربة جسر حادث الجسر فعملنا مؤتمر لهندسي لشرح حزيران الماضي جرت في بحوث ومناقشات بين مهندسي واستشارين جسور بالعراق وفي لندن وأعلننا أطلاق مسابقة لنصب يخل الجسر الصرافية ويكون نعلم من معالم بغداد ولذلك دعينا المنظمات والفنانين والمعماريين لتقديم أو المساهمة بهذه المسابقة واليوم استلمنا أعمال كثيرة استلمنا ونعرضت خلال الحفل ستة أعمال خمسة من الفنانين والمشاركين كحضرة والمؤتمر اليوم ووحدة فنانة سنة سلمان كان من سوريا وجرى معها اتصال بالهاتف وضحت خلال فكرتها بالعمل المشارك خططنا المستقبلية راح نظل ندعم جهود إعادة العمار بالعراق ونأمل أنه يكون تعاون أكبر بين جمعيتنا الهندسية ونوفر لهم كل الخدمات والدعم الهندسي وغير الهندسي من أجل إعادة عمار العراق وتسريع عملية إعادة العمار جسر صرافية إلفت مكانة خاصة في نفوس العراقيين وخاصة النفوس البغدادين يعني كثير من الناس مثلا سبحة وجوة هو الجسر الوحيد اللي علي سكة قطار مثلا سكة قطار من ذمان هو الجسر الوحيد الحديدي اللي موجود فيه بغداد كل الجسور تأخذ شكل ثاني بس هو متميز فإله في المكانة خاصة يعني ما تصور بغداد تعيش بدون جسر حديدي فإن شاء الله إعادة عمارها بأسرع وقت رح يعيد بغداد أو يعيد جزء من معالم بغداد إلى ماضيها وتزدهر مرة ثانية إن شاء الله والله نشكر قناة السومورية الفضائية اللي دعمها هذه المسابقة بالحقيقة قدمونا دعم ممتاز من ناحية الإعلامية ومن ناحية المادية وكانت برعايتهم فنشكر من السيد رئيس مجلس الإدارة والعاملين فيها وبالحقيقة صارنا فترة يعني نشتغل معهم ونأمل أنه هذه بداية لعمل مشترك في المستقبل القريب إن شاء الله شكرا يا أهلا ومرحبا شكرا أهلا ونسان الجمعية الكندي تعمل كجسر حقيقة بين المهندسين العراقيين داخل العراق وخارج العراق لأنه برامج كثيرة للتدريب والتطوير نتكفل أحيانا بسفر بعض المهندسين من داخل العراق إلى بريطانيا لإقامة دورات ونتكفل كثيرا لتدريب العراقيين داخل بريطانيا للبحث عن عمل وكانت تجربة ناجحة ومثمرة لحقيقة مع كثير من جهات العراقية الجسر الصرافية إلا وقع كبير داخل قلوب العراقي البغداديين بالذات والعراقيين بشكل عام وتفجيره وتدميره الحقيقة ترك شرخ واضح وجرح كبير كان واضح رغبة لدى الجميع بإعادة بناء بأسرع ما يكون وعمق الجرح الحقيقة حركنا جميعا في جمعية الكندي للمبادرة أولا بإقامة مؤتمر الجمعية الكندي بقصوص جسر الصرافية وها نحن نفي بمواعدنا بإقامة مسابقة السنوية لتصميم نصب تذكاري وخلد معالم الجسر بدون شك أنا أشكر قناة السومرية الحقيقة لأنها لو لا انتزام القناة ورعايتها الحصرية لهذا الحدث لما كنا ربما قادرين على إقامة المسابقة حفل التسليم الجوائز اليوم ربما كان سيتأخر فالسومرية الحقيقة سباقة وأتمنى تكرار التجربة مع هذه التجربة في المستقبل شكرا 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 شكلت اللجنة قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع على أن يتولاها شخص مهتم في البعد الثقافي العراقي وآخر مهتم في الفن التشكيلي وثالث معني بالهندسة المعمارية على أن تتمازج الآراء لاختيار أحد الستة نماذج التي قدمت لنا ميدانيا واجتمعنا من أجل تقويمها واتخذ في التقويم أساليب عدة ومعايير عدة أولاها قدرة الستاتشيو التنثال أو النصب على أن يدرك بسهولة من قبل آخرين اثنين إمكانية الإنسان العادي لإدراك محتوى ثلاثة إمكانية تنفيذة ما المواد التي ستعتمد في نصب هكذا نصب يمثل الجسر الصرافية اللي هو ليس رابط بين الكرخ والرصافة بل رابط بين العراق والعراق وليس هناك أمر واتخذت الآراء المجتمعة على أن يفوز ثلاث من بين ستة على اعتبار أن الجائزة الأولى والجائزة الثانية والجائزة الثالثة وفق المعايير التي أشرت إليها في بداية كلامه قطعا العراقي هنا يعني كما يقال بالعامية قلب محروك مرتبط ببلده وقبل عام عقد مؤتمر كان قد حضره المرحوم بهاء ناجي الذي يستشهد بعد عودته المقترحات التي أتتنا الستة هي من عراقيين من خارج العراق واللجنة التي شكلت هي من عراقيين من خارج العراق واللجنة المنظمة هي من عراقيين من خارج العراق وهذا يشير إلى أن العراقيين في الخارج ممثلون للعراقيين في الداخل وهذا رابط أساس نحن نتابع ما يحدث بالعراق وننزف دما لأي خبر يأتي وتجسر الأعماء الأفكار كلها ما بين عراقي الخارج وعراقي الداخل أنا لست ميالا إلى تعبير عراقي الداخل والخارج هؤلاء أتيحت لهم الفرصة بأن يهجروا أو يهاجروا بالرغم منهم وأولئك بقوا وأولئك نسميهم المرابطون وهؤلاء نسميهم المهجرون أو المهاجرون أنا لست من هؤلاء ولا من هؤلاء لأنني مستشار ثقافي في سفارة العراق في لندن للنشاط هذا قدر على لم شمل العراقيين الإجابة قطعا نعم الأستاذ الدكتور عبدالله الموسوية لمستشار الثقافي في سفارة جمهورية العراق لندن بالحقيقة مشاركتي الأولى لهذه المسابقة هي لأجل إعطاء ولو نبذة بسيطة عن حبي للعراق ولتخليط صمودي هنا في بغداد طبعا أنا سعيدة بشكل كبير ليست بالجائزة الأولى فعازب لكن أمنية الكبيرة والسعادة الكبيرة هي أن هذا المجسم سوف يقام هناك على أرض بغداد ليظل ذكرى لكل عراقيين كبارا وصغير طبعا المجسم كما هو واضح هي يد منطلقة من المياه منبعثة من المياه منتشلة لأزاء جسر الصرافية عندما هو جريح في مياه دجلة فهي تحمله لتعرفعه إلى أعالي السماء فكما قلت أن الجسر يأبا إلا أن يرتفع شكرا جزينا حياة موسيقى موسيقى موسيقى